اهلا بيكو طالبات وطالبات طالتة سنوية الاختبار التاسع يا جماعة على الجرامر والفوكاب والسكيلز بتاعة المنهج واربعتعشر جملة عليهم تمنتاشر درجة خلي بقى ده منهج يا جماعة الكمبريهنشن للأسف قطعتين بستاشر درجة ده مش منهج الترجمة مش منهج وبعدين الرايتنج الرايتنج هتكتب ست سطور طالب قولة سنة وبيكتب مية وخمسين كلمة طالب تانية سنة وبيكتب مية وتمانين يعني صفحة وفوكاب انت تحمد ربنا ست سطور كلام فاضي طيب تعال نشوف الجمل الجميلة اول جملة بيقولك السناز اول ما ان لاس بتشوف السناز يا جماعة انا بدايق جدا من الطالب اللي ما اقراش الجملة الاخر السناز وافتر وبيفور وتيل وانتيل وونس وين مرتبطين في دماغنا عادة بالماضي لكن الروابط دي لها قاعدة تاني خاصة بالمستقبل يا جماعة وده اللي خلي بالي منه لما يجيب لي اي رابط من دول في سؤال في الامتحان طب واعرف ازاي اكيد ما هو هيدي لك جملة مثلا هنا ايل باي جملة فيها في يوتشر ايه علاقت الكلام ده بالماضي يبقى ومدي لك ماضي برضو في الجملة هو في الاختيارات ومدي لك باست بيرفكت الماضي تام اهو عشان عارف انك انت ممكن ما تكملش قرية الجملة وتروح مختار ماضي تام او ماضي بسيط فبالتالي لما يكون الروابط دي يا جماعة باستخدمها عشان اتكلم على المستقبل بيجي بعدها حاجة من اتنين بعدها على طول حاجة من الاتنين ايه هي يا اما بريزنت بيرفكت مضارع بسيط يعني as soon as i have او have hat اللي عندي have hat امت بقى استخدم الماضي لما يديني في الجملة التانية ماضي بسيط طيب هقول طبعا بعد الملاحظات بعد ما خلصت ال 14 جملة دول ملاحظات مهمة جدا خليك معاي this time next week زي الوقت ده لازبوع الجاي انا بتكلم على حاجة في الفيوتشر طيب on the beach على البلاش بقى in هونولولو هيسيب لك الجملة كلها الطالب ويمسك لك في هونولولو ولك ايه معرفتش في هونولولو في الامتحان ما شاء الله معرفتها ايه علاقتها اصلا بالموضوع مكان يا اخي عاصمة هواي اجمل مكان في الدنيا this time next week اي انا بتكلم على الوقت ده في الاسبوع اللي جاي هكون بعمل ايه يعني بتكلم على مستقبل مستمر اه مستقبل مستمر فتبقى will be والعين جاي طيب وفعلي lie 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 يا جماعة lie معنى يتمدد كده على البلاش ما شاء الله وصنبيذنج والكلام الجميلة will be lying on the beach طيب نيجي الجملة التالتة after attending a meeting اجتماع I felt so exhausted الاجتماع ده مدته كام ثلاث ساعات طب يا الثلاث ساعات دي الثري اوار دي يا جماعة ثري اوار دي العدد زائد كلمة تاني ده اللي على زمن او اسم بنعتبر صفة مركبة اسمها صفة ايه مركبة compound adjective طب يعني ايه طيب القادة بتاعتها بسيطة جدا استخدام الصفة المركبة مع العدد عدد اهو two three four اي حاجة والاسم اللي ييجي بعديها ايه كان نوع الاسم اللي بيجي بعديها بيبقى مفرد يا جماعة طب ازاي ثري ومفرد ما انا بقولك ثري واوار دول يعتبروا صفة طب ما انا عندي ثري اوار هنا وثري اوار هنا طب ما انت عندك في الجملة a ايه ده دايما يعمل معي الحركة دي ايه ايه عندك a يبقى انا بتكلم على singular now in meeting فتبقى a three hour meeting طب اه حكاية الصفات المركبة اصلوا في الكتب اه فيه قوائم تلوها تليها قوائم وحاجه مرار ويقعد بيعادك ويقولك يخلي بالك هنا الهايفن الشرطة اللي بين الكلمتين لازم تتحط سواء مش عارفين وسواء مش عارفين لا الكتاب بيقول يا اخوانا كلمتين وطعين هما دول اللي على اساسهم هيتم التصحيح في سنوية عامة ايه هما اذا الصفة المركبة جت قبل اسم بيبقى فيها الهايفن طب اذا جت بعد الاسم ما فيهاش الهايفن طب بالنسبة للعدد والكلمة دي لا دول دايما بيجوا قبل الاسم طب هما ليجوا بعد الاسم ازاي بيجوا بطريقة مختلفة يقول لك مالهاش علاقة بالصفة المركبة عاصلا طب لكن بقى الصفات المركبة بقى يقول لك اللي موجودين في الكتاب يا جماعة اصله برضو كتب خارجية فيها صفات جايبينها من عنيت كده ومن كتب اجنبية ومالهاش علاقة لا بالطالب ولا بالمنهج ولا بامتحان سلوية عامة طيب حاطت لك انا جدول بقى في نهاية الملف كده بيتكلم على الصفات المركبة ومثال تكوينها ازاي وامثلة لكل واحدة طب تعالى في رقم 4 يبقى عارفت ليه بقى 3 اوار ميتينج ودي عمرها متجمعا طب عايز اقول مبنى مكون من ثلاثة طوابق طبق هنا يعني فلور او ستوري بالامريكان طيب فلور وفلور منارضية طبعا طب وبعدين يقول لك او ثلاثة طوابق مجمعش كلمة طوابق طب ما بلاش حد يطلع علينا اخوانا من اللي بيشوف الفيديو يقول لك طب ما فيه حالة تاني ان انا احذف الاداة وشيل الشرطة واجمع كلمة اوار وحط بعد الاس ابوسترفي الطالب ملوش علاقة بالقاعدة دي يا خانا فبلاش نعقد الطالب في فترة يعني حارجة جدا زي كده ونقعد نقول له في حاجات زي ده مش هتجي في الامتحانات أصلا طيب فانت خليك في دي يا بنا خليك في دي دي اللي موجودة في كتاب الحكومة والوزارة والجمهورية العربية المتحدة طيب ايه الجملة اللي بعدها ده مرهق للدرجة ان هو ما كانش قادر يفضل صاحي طب يعني هو مش قادر يبقى انا عايز حاجات دولة عن نافي يا جماعة فلما اقول كود افر كيب اوائي لأ كود اولمست كيب سيرتنلي كيب هيد كود حاردلي كيب حاردلي من الكلمات الدولة عن نافي يا جماعة ولما اديني جملة في هاردل وعايز كوستشنتاج بيبقى الكوستشنتاج مزبت لان الجملة من فيه طيب ازاي انا يعني دي صورة لقيتها كده بتكلم على الاستخدام تاعة السنقاز السنقاز رابط اهو السنقاز اي جيت مضارع اي ويل السنقاز يول فادر جيتس هي ويل السنقاز مع الماضي السنقاز شي جات شي ريميمبرد انا اقصد اقول اني طبعا الكلاب ده برضو قلناه وشرحناه اكتما مرة جماعة تعال شوفوا الجملة الخامسة ودي ده معينة الاسئلة جماعة اللي بتبقى محتاجة تركيز زيادة ليه اي جمل الصحيح correctly structured يعني الجرامر بتاعها صح نحويا صح ايه ده طب ما ازاي اه هو جايب لي اربع جمل فيهم تحويل السؤال لغير مباشر يا ترى انهي سؤال اللي متحول صح لغير مباشر تقعد تقرأ الاربعة وقراهم تاني وقراهم تالت وافتكر الجرامر بتاع ازاي بحول سؤال لغير مباشر انت فاكر انما بحول سؤال لغير مباشر وفيه اداة استفهام زي how much win how many what why مثلا مفيش صيغة السؤال في غير المباشر وبالتالي اللي ما بتحول لغير مباشر بتلاقيها تحولت لجملة اخرها فلسطوب طيب وبعدين يعني مفيش حاجة سمع هماتش داز وهلا همات مفيش دوب وداز وبدد اصلا حالو الكلام طيب هو بيقول له اي هاف نو ايديا هاف نو ايديا من العبارات اللي بستخدمها في تحويل السؤال لغير مباشر زي اي دون نو اي هاف نو ايديا وفيه طبعا كان يو تلمي وكو دي تلمي يا جماعة فكروني اقول حاجة هتفكروني ازاي طيب هقولها في حكاية كان يو تلمي وكو دي لغير مباشر اي دون نو ايديا هاو ماتش هاو ماتش انه بيقول الكلام دلوقتي يعني مدارع يبقى المفروض كوستي بقى مدارع طب ما هو كوست 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 طب ايه دا طيب اي هاف نو ايديا هاو ماتش ديس شيرت كوست ادي الصحة او ليه لما يروح يسأل الباع يقوله ايه سور هاو ماتش ديس ديس شيرت كوست او ولما تحاول غير مباشر وبدأ بقى اي هاف نو ايديا ما تغيرش الزمن ففضل مدارع زي مكان طب بالاخيرة اي هاف نو ايديا هاو ماتش هاو ماتش ديس شيرت كوست ديس 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 ما تنفعش اذا نومبر سي هي الاجابة الصحيحة تماما يبقى بعد عدد لس تفهم فاعل الفاعل بحدد زمنه على حسب البداية انا بدأ بماضي يبقى بغير الازمنة بدأ بحاجة مدارعة زي اي هاف نو ايديا كان يو تلمي كودي تلمي اي دون نو ده ما يغيرش الزمن يا خلي بقى لك الازمنة زي كي بقى عليها دراجتين اي دا تاني او ما الاسئلة دي بتبقى اسئلة محتاجة تفكير شوية في بيستغلها في حكاية الدراجتين دي طيب لكن ممكن بقى سؤال غير كده مش حاجة اكيدة يا جماعة انا بتكلم على بصفة عامة طب تعالا نشوف بيقولك ايه بقى the man shouted at my brother which made me very angry the man shouted at my brother who made me very angry the man shouted at my brother whom that made me very angry هقول حاجتين مهمين جدا هنا يا جماعة طيب الجملة دي هو زعف اخويا هو هل هو دي راجع لماي برادر لا ده كده معناها ان اخويا هو اللي خلاني غضبان جدا انا اللي اغضبني زعاء الراجل فاخويا ده الشيء اللي خلاني اغضب اذا ضمير الوصل اللي هستخدمه هنا هو ضمير الوصل يشير للكلام كله اللي قابله جملة بالكامل اللي بيشير لجملة يا جماعة هو ويتش ولازم يبقى قابله كما يا راجل اه طب ايه يعني كما يا ابن ما ده بيسألك فيه في حكاية العلامات الترقيم في سؤال المهارات اللي عليه دركتين فلازم اخلي بالي طيب يعني دول غلط طب طب ما انا حاسس ان دي صح اهو زمان شاوت ات ماي برادر ذات وده خلاني انجري اهو ده الحيطة التانية اللي كنت عايز اقولها بقى غير انويتش هي ضمين الواصل الوحيد مانا لسه بقولك وده اللي ضمين الواصل الوحيد طيب واحد يقول اهو بس قلنا برضو امتى استخدم ذات عارف ذات دي كانت تنفع امتى لو حط فلسطوب هنا وبدأ الجملة التانية بذات وبدأ بحرف كابتل فلسطوب هنا وتبدأ جملة جديدة بذات يبقى كده ذات رجع الجملة اللي قابليها بس لتكون منفصل الجملة التانية عن الجملة الاولى لكن كده هم جملتين مربطين بضمير واصل لكن ذات ماينفعش استخدمها كضمير واصل يعود على جملة تعالا بقى تشوف الحاجات السهلة بقى الفكابل اللي انت حافظه بقى don't pretend بلاش يا أخوة تتظاهر you can't afford to pay me the money back انك انت مش حادر تردين الفلوس you are nothing انت لا شيء سواء انك وكذاب but ايه but a cheat انسان غشاش a cheat تشير للبناء ايوة a cheat بناء دم غشاش I realize now ان انا يقدرك الان that you are telling the truth انت كنت بتقولي الحقيقة انا 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 دلوقتي حاسس ان ايه that I did ان انا ما صدقتها اش كش يعني يعني انا كنت صدقتك تبع انا مكسوف من نفسي I am ashamed يا جماعة اصلا الناس برضو حتتين يا جماعة يقول حافظ ashamed of يقول خجلان من ashamed of his behavior خجلان من سلوك ashamed of his mistake مثلا لكن مش دازم يبقى بعديها off يا جماعة حسب السياق ashamed that انه ما عملش كزا يبقى ممكن ييجي بعديها ذات وجملة لكن مش براود فخور ولا بوست في المتباهي ولا مسرور سياق الجملة يقول ان الرجل ده مكسوف من نفسه ويا لد كنت تصدقتك انا عرفت دلوقتي انك بتقول الحقيقة الجملة رقم 9 modern hospitals المستش 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 زمان كنت قولها المشتش المستش الحديثة keep the health of their patients بتحتفظ باي يا جماعة نوت الاساس بتاع المكتب papers ولا لا ما اسمهاش كده اسمها ولا تعليقات اسمها record زي جماعة اسمها سجلات صحية او سجلات طبية بيبقى كل واحد ليه record انا ما عرفش عندنا في الدول بتاعتنا فيها بيعملوا record هو عندنا بيموت المريض اصلا طيب الجملة 9 10 it is not a good idea to take on قلتلك دايما ده وفضل العاشر بإذن الله يعني شوف ده عشر فيديوهات وفي عشرة يا جماعة بتوع اختبارات مش اختبارات بقى امتحانات شاملة عن منهج ارجوك شوف العشرين دولة بإذن الله هيفرقوا كتير معاك واستقوق في الفوكابول والجرامر والسكيلز انت حور on مرتبطة بالكلمة اللي هاختارها on someone who has hurt you حد اذاك طب هتعمل ايه take average متوسط care بس ما take care of طب وحتى ازاي take care of لو كانت حتى دي of وsomeone has hurt you take advantage of يستغل لو يستفيد من حاجة لا هي take revenge ده بيقولك مش فكرة كويسة انك تنتقم من حد اذاك سامح يا خليل سامح كريم والعفو عند المقدرة take revenge on ينتقم من جملة 11 managers are always looking for ways to increase يبحث المديرون دائما عن وسائل طرق لذيادة ايه البرناقاوت الانهاك الوظيف والاجهات عن عمل stress التوتر والضغط identity الهوية لا productivity عايزيني يزوده الانتاجة جدعان الانتاجة عمالة يقل productivity من الكلمات المتكرر كتير في تشو وزرق من رقب 12 he lost his length فقد ساقاه when he was 10 يا ساتر but learn to تعلم انه يعمل ايه his disability الاعاقة دي overwork يعني يفرط في العمل overuse يفرط في استخدام شيء overtake يتخطى زي سيارة تتخطى سيارة على الطريق overcome يتغلب على وضح وكام ما فوش مشكلة جماعة يعني يعني we are so great full to mister حسن hi mister حسن ممتنين وشاكرين له for his valuable القيمة to our company's success precaution احتياط isolation عزلة revolution ثورة نعم مش نقصين ثورة تاني contribution اسهام ده كلام جميل وجمل جديدة والسؤال 14 اللي خاص بالمهارات يا جماعة وهقول حتة مهمة جدا ركز فيها اي الجمل الاتياء علامات الترخيم فيها صحيحة she was determined to finish the project كانت مصممة على انهاء المشروع she stayed late at the office فظلت لوقت متأخر في المكتب كل الليل عشان تخلص البروشيكت ده ايوة مشكلهم حلو الجملتين ايوة يا جماعة هما هي الفكرة اللي تحط بين الجملتين زي كده هما الجملتين دول بيعبروا عن ايه she was determined to finish the project علامة التحقب هنا semi-colon فصلة منقوطة semi-colon طيب وبعدين she stayed she was determined علامة استفهام she was determined فصلة منقوطة شيء ايه ده تم فصلة منقوطة هنا حاج وفي فصلة منقوطة هنا اه بس بعد الفصلة منقوطة هنا الجملة بدأ بحرف small يا جماعة وبعد الفصلة منقوطة هنا الجملة بدأ بحرف capital اه لما يكون الجملة التانية يا جماعة مرتبطة linked connected بالجملة الاولى او مصممة طب لما مصممة يعني عشان كده عملتي يعني اه فضلت في المكتب متأخرة كل يوم يبقى التانية بتفسر بتشرح بتوضح مرتبطة بالجملة الاولى فلما استخدم السمي كونن بعد الجملة الاولى الجملة التانية تبدأ بحرف small مش حرف capital ايه ده على طول لا مش على طول ما فيش حاجة اسمها على طول في الجرامر اما ليه ما ممكن الجملة التانية تبقى بدأ بأحمد علي بالسام تامر ده اسم شخص ممكن تبقى بكايرو لندن ده اسماء دول اللي هي البروبرناوز الاسماء العالم يا جماعة لازم تبدأ بحرف capital في الحلقة دي خلاص لازم تبدأ بحرف capital لكن بدأ بكلمة عادية لا تبدأ بحرف small ايه رأيك يا رب يكون الناس استفادت حاجة يا جماعة أنا كتبها لك تستخدم السمي بين جملتين لما تكون الجملة التانية مرتبطة الأولى أو تشرح وتفسر الأولى مع ملاحظة تبدأ الجملة بحرف small إلا زجاد أول الكلمة في جملة اسم عالم أو الضمير i دايما الضمير i في أي مكان في الجمل يا جماعة خلي بالك من قاعدة الرابط الزمنية في المستقبل القاعدة هي باختصار أثناء وين وافتر بفور وتل وان تل وان بعديهم يا مضارع بسيط يا مضارع تام والتاني مستقبل أو أمر يقولك وين يرى أحمد تل هم قول بلاغ أثناء ممكن ها فنش يا مضارع يا مضارع تام i will call you طيب وبعدين ممكن الفعلين يبقوا مضارع على فكرة لو سيخ الكلام بيعبر عن عادة وأقولك when I use the computer for too long أنا كل ما استخدم الكمبيوتر اللي هو تطويل زاد على النظوم أيوش ولا جيدة هارك يا أخ بيجين اصداع حاجة بتحصل على طول خلاص يبقى الاتنين مضارع خلي بالك دايما تفرق بين قاعدة الرابط الزمنية في المستقبل وقاعدتها في الماضي أنا شرحت الكلام مستني الشخص دا المجرم يطلع ولما ها يطلع يعني خلي بالك من المضارع والمضارع التام دا برضو بيدول على مستقبل البوس ها يقبض عليه طب الكلام في الماضي آه امبارح السنائز هي اللص الحرامي الإرهابي هاد لفت دا هاوس دا بوليس رح قبض عليه طب هو ممكن الماضي التام دا يبقى ماضي بسيط يا جماعة مش هيفرح حاجة وعمره ما هيديك الاثنين مع بعض استحالة بل الاكسر استخداما الان هو الماضي البسيط والاثنين بنفس المعنى السنائز هي لفت دا بوليس قد رأي بهم لاحظ الصفة المركبة مع العدد آه اجتماع مدته ساعتين والآه رجع على ميتنج اتوينتي فايف منت بريك آه من توينتي ون يعني توينتي ون توينتي بيبقى في هيفن شرطة بين التوينتي والرقم اللي بعديها قبل ما حط الاسم وقبل الاسم طبعا هيفن فتلاقي اتنين شرطتين قصيرين زي كده اثري ويك هاليدي افايف منت كون لاحظ تلاذم كان وكد مع هاردي اللي بدل على ناف بعد ما حاول السؤال غير مباشر بيفقد صيغة السؤال ويصبح جملة منتهية في الاسم طبعا افتكر ان نوية شباه هي ضمير الوصل الوحيد اللي بيشل لجملة ويصبح مي بريزن وده كان عطف منه ايه اللي كان عطف منه احضار هدية يوم عيد بميلادي خلي بالك بنت باستخدم الماضي التام دي ملحوظة كده زيادة عشان من الصفحة هتبقاش فاضية امتى الماضي التام يجي مكان المضارع التام يا جماعة خلاص انا قربت خلص اهو انت عندك كلمة زي وزمن واحد في الجملة خلاص المضارع التام ههو بريزن بريزن طب جاب جملة فيها باست سيمبل يا جماعة في الاول اي دين جو وز ماي فران طب ليه ما روحتش بكوز اي هاد قريدي سين دا موفي مش هاي 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 سين زي اول واحدة خلاص الكلام بقي كله في الماضي تاني ماي روم از ديرتي طب وبعدين اي هاي هاي تكلين دت فور ويكس انا منضفتها ليا سبيع فهي حاليا دلوقتي متسخة مش نظيفة دا الكلام دا كان الزبوع اللي فات مايبقاش مضرع تان بقى اخلي ماضي تان اي هاي هاي از نيرفوس اي دا مالها انا وخايفة كده وهي ركبة الطيارة عشان هاي هاي انت فلون بفور لما الجملة انتهب بفور جماعة باستخدم بضرع تان طب بدأت بماضي اصلا هاي الكلام كله في الماضي يبقى منفعش مضرع تان يبقى ماضي تان هاي انت فلون وهو الجدول دا سيبهولك بقى تتمعن في حكاية صفات المركبة ودي الاشكال المختلفة بتاعتها صفة وفعل مضف لائن جي صفات بسيطة جماعة سهلة صفة وتصيف ثالث في المنهج طب صفة واسم عندك في المنهج هاي كواليتي عندك في المنهج اسم وفعل اين جي ولك بيستهلك وقت كتير وبيضيع وقت انجلش سبيكين دولة مثلا تتحدث الانجليزية يحط من رغم القياسي اسم وتصريف ثالث صناعة منزلية في منتصف العمر مجفف عن طريق وضعه في الشمس ويند باورد يعمل بقوة الرياح طب اسم وصفة يقولك اي سكول ورلت فاموس مشهورة عالميا شجر فري خالي من السكر اي ام ريتش غني بالحديد وهكذا كلمتين سهلين مش محتاجين كلام كتير وخلص الفيديو وان شاء الله نلتقي في الاختبار العاشر كل سنة من طيبين